يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّهُوا طَيِّبَاتٍ وَأَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْكَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مُعْتَبِينَ وَكُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَمْتُمُونُ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يُآخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يُآخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسقنا تطعنون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنها على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جماحي فيما طعنوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله حب المحسنين ترجمة نانسي قنقر